وهذا هم خطأ للعلم تقييمي شائع في تقييم التاريخ يقولون إن أول من حول الخلافة إلى خلافة ملكية أسرية هو من معاوية حسب زعمهم كلا أنت إذا دققت في المسألة أول من فعل ذلك هو عثمان بن عفا ولو أن عثمان لم يقتل وطال به العمر أكثر من هذا لوجدته يوصي بالخلافة بعده إلى واحد من بني أمية أيضا حكم الأسرة أسرة بني أمية ملكية يقول لا أستعملنهم لا أعطينهم على رغم أنف من رغم يعني غصبا عنكم هؤلاء من اللي يخاطبهم يقولهم غصبا عنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين خاصة حسب المعتقد البكري الذين بنوا هذا الدين لبنة لبنة حجرا حجرا صحيح وقاتلوا عليه وجاهدوا وتحملوا المحن والمصاعب إذا بهم يكتشفون أن كل ذلك يذهب سدى فقد أصبح الحاكم عليهم من أغرار وصبيان بني أمية صاروا هم الذين يتحكمون بهم وهم الذين أيضا يتصرفون بأموالهم شيء جدا صعب أنا اللي قديم عهد بالإسلام أنا اللي مخضرم في التاريخ الإسلامي أنا اللي جاهدت قاتلت تعبت فعلت إلى آخره يأتي واحد البارحة كان قد أسلم وأسلم أيضا طليقا يعني يا ريتم أسلم بالفعل صادق في إسلامي كنا نقبل إذا واحد حتى له واحد البارحة أسلم لكنه بالفعل قد حسن إسلامه وعلمنا منه الصدق والأمانة والوفاء لا بأس فلنوله علينا لا مشكلة لكن يأتي واحد طليق وغر شاب صغير مثل عامر بن كوريز مثلا واحد من الذين ولاهم عثمان شاب صغير السن ليست له تجربة ليس مخضرمان أيضا فاسد أيضا كان يعني فاسد أخلاقيا هذا يصبح هو الحاكم علينا وهو يتصرف بأموال بيت المال بهذه البساطة عثمان يقول نعم كيفكم؟ أنا هذه سياستي حكم الأسرة ترجمة نانسي قنقر